أنا أعتقد أن مجلس النواب الليبي المنعقد بترابلس أصدر منذ شهرين رسالة كاملة للسيد جوثيرس من العام الأمم المتحدة بيّن له فيها أن السيد غسان سلامة أصبح يمثل جزء من المشكلة في القضية الليبية وأن عليه أن يزيله ويستبدله بإنسان آخر وطلبنا الجهات الرسمية في ليبيا بعدم الترحيب بالسيد غسان سلامة نحن لا نملك تعيين أو عدم أو وضع إنسان بديل له لأنه ممثل لأمين عام الأمم المتحدة ولكن بإمكاننا أننا دائما نعبر عن صوتنا على أن هذا الرجل منذ الحاطة الأولى التي قام بها إلى حاطته الأخيرة التي حاول أن يصلح فيها من بعض أخطائه القديمة وهي كثيرة نعتبر منازال جزء كبير من المشكلة هو وجود السيد غسان سلامة وجزء كبير من المشكلة هو دور بعتة الأمم المتحدة في ليبيا التي أصبحت تمتل عبء علينا وأن الكثير من الناس لا يعرفون أن ميزانيتها تدفع من ميزانية ليبية في الحقيقة أنا أميل إلى أن السيد غسان سلامة استبداله الآن ضروري جدا لأنه لم يعد ورقة صالحة لإيجاد حلول في ليبيا بالذات أنه حتى قضية المؤتمر الجامعة ما هي مآخذكم على إحاطة غسان سلامة سيد علي بزعكوك؟ أنا لازلت أرى فيه أن هذا الرجل لازال لا يستطيع أن يقول صراحة أن الإنكلاب على الشرعية وحرقة الإنكلاب التي قام بها المتمرد المجرم خليفة حفتر لا يسمي الأشياء بمسمياتها ونحن نعرف أن غسان سلامة إثناء إحاطته أو إثناء مسيرته في ليبيا تدمرت مغازي وتدمرت درنة ولم نسمع منه كلمة واحدة عنها ولم نسمع أنه قدم طلب إلى أن يوضع سيد خليفة حفتر مع المطلوبين من المحكمة الجنية الدولية بينما وضعت شخصيات أخرى ليبيا ليس لها هذا الدور على الإطلاق فأنا أقول بكل الصدق هذا الرجل حتى ولو حاول أن يصلح من زمام أمره لكنه ليس الرجل القادر على أن يصلح أشعون ليبيا وليس الرجل الفعال الذي بإمكانه أن يسد الخلل القايم بين وجهات النظر الليبية في نفس الوقت هو لزال مسرا على أن يقوم خليفة حفتر وجهة التي معه بدور سياسي في ليبيا وحكومة الوفاق ومجلس النواب يرفضاني أن يكون للسيد خليفة حفتر أي دور في هذا المستقبل السياسي